السلام عليكم ازايكم في الفيديو ده هنتعرف على العرض الضخم الجديد اللي بيجاهزه نادي اتحاد جدة لصلاح العرض اللي حيخلي صلاح الأغلى في التاريخ كل التفاصيل في الفيديو ده تابع معايا للنهاية ولكن في البداية أنا بدعوك بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان الفيديو اللي جاي مهم جدا جدا ونرجع لموضوعنا مرة تانية كشف التقارير الصحفية ان نادي اتحاد جدة السعودي بيجهز عرض تاريخ لضم صلاح من ليفربول الإنجليزي الانتقالات الصيفية الحالية تحت جدة هيقدم عرض بقيمة 230 مليون يورو من أجل صلاح عشان يكون صاحب أغلى صفقة في تاريخ قرط القدر متخطي صفقة النجم البرازيلي نيمار من برشلونا لنادي باريس سان جيرمان واللي كانت بقيمة 222 مليون يورو في صيف 2017 محمد صلاح اتلقى عرض مغري ضخم من التحت جدة بعقد لمدة أربع سنوات بيمتد لحد عام 2027 وهيحصل على إجمال الراتب من 500 إلى 600 مليون دولار خلال مدة عقد مع النادي السعودي موافقة صلاح مرهونة بموافقة ناديه ليفربول واللي متمسك به لحد الآن موقف ليفربول عدم السماح لرحيل صلاح خلال الصيف الحالي وفي نفس الوقت أكد الألماني يورجن كلوب بقاء النجم المصري مع الريدز وسط التكهنات اللي باتحيد بمستقبله والتقارير اللي ربطته بالانتقال لصفوف اتحاد جدة السعودي وقال كلوب بخلال مؤتمر الصحف لمباراة أستون فيلا موقف نتجاه صلاح سابت وما فيش شك حواليه اللاعب لن يباع هذا الصيف وأضاف كمان لا أعلم عن وصول عرض رسمي وموقف الليفر لم يتغير وزي ما كلنا عارفين ان صلاح انضم الليفربول في صيف 2017 جاي من روما الإيطالي وعقده ممتد مع الليفربول حتى 2025 أتمنى ان الفيديو يكون عجب حضراتكم وفي النهاية لو عجبك الفيديو ادعمنا باللايك ولو لسه ما اشتركتش في القناة أنا بدعوك بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان الفيديو اللي جايه مهم جدا جدا وشكرا للجميع اشتركوا في القناة